سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين منذ نشأتها عام 1948 وفي نقبة صامتة وتهجير قسري تهتم الآليات عشرات المنازل في وادي الخليل في منطقة النقب داخل أراضي الخط الأخضر والخسائر التفصيلية 47 منزلا عربيا وأكثر من 500 مشاربا رافقت عمليات الهدم اعتداءات على فلسطينيين حاولوا التصدي لتدمير منازلهم واعتقال مواطن لأنه طلب من السكان التضامن مع العائلات المتضررة من الهدم كانت حجة إسرائيل جاهزة فالأمنية التي هدمت لم تكن مرخصة هذا ما قالته السلطات الإسرائيلية لكن ما لم تقله إن تحركاتها في النقب تأتي ضمن مخطط تهويدي استراتيجي قديم يهدف إلى قطع أي إمكانية تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة فوادي الخليل كان منطقة جرى الحديث حولها لتشكل ممرا لطرقات وأنفاق تصل بين الضفة والقطاع بنظرة مستقبلية أما وزير الأمن القومي اليميني إتمر بنغفير فأشاد صراحة بهدم منازل المواطنين العرب ووصفها بالخطوة المهمة نحو استعادة الحكم متوعدا بزيادة كبيرة في هدم المنازل في النقب ومؤكدا أن الشرطة الإسرائيلية ستخوض حربا وحشية ضد من يستولون على الأرض على حد قوله ليست غريبة ممارسات إسرائيل فهي لم توفر فرصة لاستهداف مجمل الوجود العربي الفلسطيني وشرع السلاح هدم منازل الفلسطينيين لتحقيق أهدافها منذ عقود ودمرت منذ النقبة أكثر من خمسمائة قرية وبلدة فلسطينية ولا تزال ضخامة أرقام القرى والبلدات المدمرة تؤكد ما تحدثت عنه تقارير سابقة حول عمل السلطات الإسرائيلية لطرد السكان العرب من عشرات القرى لا سيما في النقب التي تبلغ مساحتها نحو أربعة عشر ألف كيلو متر مربع بهدف السيطرة على أراضيهم مروى الحاج ترتي عربي